يعني أنا رجال أقدر المواقف يعني الموقف الجيد أمدحه والموقف السيء أنقضه وبالأيام السابقة أنا وجهت النقد كثيرا لحكومة السيد الكاظم ولشخص السيد الكاظم ولكن اليوم تغير عندي الوضع تماما أقدر هذه الحالتين اللي صارت القال قبض على قتلة المتظاهرين بالحادثة اللي صارت قبل يوما وقدر حركة دولة رئيس الوزراء لزيارة المظلومين والمعتقلين والنزلاء اللي يعني نرجع ونقول أكو عدد كبير بيهم هو معتقل رأي ومسجون ظلم أنا رجعت بذاكرتي أثناء الفيديو رجعت بذاكرتي إلى أيام حكومة عادل عبد المهدي أخي ذول المنتسبين اللي موجودين بالقوات الأمنية ذول أخوتنا احنا كنا نشوفهم ويانا بساحة التظاهر نعم نحبهم ويحبونا يدعو لنا والله العظيم والله العظيم منتسبين كانوا منتسبين الجيش والشرطة خصوصا من ندخل الساحة التحرير يقول لنا روحوا إن شاء الله الله ينصركم ذول أخوتنا هذا ما يقتلنا هذا المنتسب ما يقتلنا إذا مو أكو جهة محرفته هو ولا الباقين هم أخوتنا إلا هذا هذا عنده فت شي هذا أكو شغلة أكو فت موضوع بباله أكو جهة داعمته محرفته ممكنته حتى يجي يقتل لذلك نقول سيد رئيس الوزراء خليه بحث عن الجهات اللي تقف وراهم ثم يعني إذا أريد أرجع أكثر بذاكرتي أحنا نقتل من أدنى ثمانمائة شهيد بالمظاهرات وجرح من أدنى ثمانية وعشرين ألف جريح منهم خمسة آلاف إعاقة دائمة وبكثير من الأحيان بمحظم حالات القتل اللي صارت بحكومة عادل عبد المهدي للمتظاهرين كانت تصور بالصوت والصورة والمجرمين اللي كانوا يقتلونها جننا نصورهم بالصوت والصورة وبالشكل الواضح وكان يخرج علينا وزير دفاع عادل عبد المهدي يقول طرف ثالث لذلك كان اليوم ما أملك إلا أن أقف احتراما للسيد وزير الداخلية وللسيد رئيس الوزراء اللي يتمكنوا من أنه يمسكون هؤلاء القتلة وأن يعرضون على الرأي العام هذا السلاح الذي طال أجساد شبابنا وولدنا وأبنائنا وأخوتنا ترجمة نانسي قنقر